يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسيلي يوم إلى جمهورية الصين الشعبية لحضور حفظ افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين بالعاصمة الصينية بكين غدا أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة سيد الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم تأتي تلبية لدعوة الرئيس الصيني شين جين بينغ وذلك في ضوء العلاقة الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين أشر المتحدث الرسمي إلى أن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى الصين يتضمن أيضا أقدم باحثات قمة مع رئيس الصيني شين جين بينغ وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقة السنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على المستويات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين فضلا عن مؤصلة المشاورات وتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر